بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالضاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهد ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فاعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسنفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سوقانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهر قليلا ما يذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لا خذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة